تعالوا نشوف شوية إجراءات ممكن تتعلمنا وتساعدنا على ثقافة الاعتذار أول حاجة الاعتذار بيمر بمراحل مرحلة الأولى مقاومة الاعتذار ليجي الإنسان بقى الكبر ويقاوم ونفسه وما أبرقه نفسي إن النفس اللي أمارتهم بالسوق شوف إيه اللي حاصل قعدت تقاوم 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 وأدخلت سيدنا يوسف السجن وبعدين في الآخر خالص إيه اعتذرت فلازم في مقاومة فأول مرحلة هي مرحلة المقاومة فلازم أعرف إن النفسي مش هتساعدني على الاعتذار كده على طول المرحلة التانية بعد المقاومة اللي هي مقاومة الاعتذار ليجي مرحلة إيه بقى النظر في المفاسد والمصالح هو أنا دلوقتي لو ما اعتذرتش هيحصل إيه هتحصل مشكلة طب ما أنا طب ما بلاش طب ما الأحسن أروح اعتذار الحاجة التالتة إن أنا أختار الصيغة المناسبة للاعتذار الحاجة التالتة هو اختيار صيغة الاعتذار هو اختيار صيغة الاعتذار المهم يعني هراب يد ده فيه ناس بتعتذر ولا أكنهم اعتذر ولذلك أنا لازم أختار الصيغة المناسبة للاعتذار يبقى أول حاجة لازم أتخلص من مقاومة الاعتذار إزاي أتخلص من مقاومة الاعتذار إن أنا أعرف إن الاعتذار ده حق للآخرين مش فضل مني والله آه طب من حق الناس إن أنا أعتذر ليهم مش إحنا عندنا من أركان التوبة إن أنا أرد المظائم للناس طب أنا لو جعت واحد أقل حاجة عشان أطيب خطره إن أنا أقوله إيه إن أنا أطيب خطره ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لحضرت النبي وقال لحضرت النبي وقال لنا كلنا ادفع باللتي هي أحسن فتعتذر عشان تدفع باللتي هي أحسن التي هي أحسن إن أنت طيب خطر الناس فعشان كده تعمل كده فتعتذر تعتذر وتقول للناس إن أنت قادر على الاعتذار فده أول حاجة أن أنت تقف أمام مقاومة الاعتذار وتقول أن الاعتذار ده حق للآخرين وده جزء من التوبة حاجة تانية أن أنا أحسب المصالح والمفاسد أنا لو ما اعتذرتش عشان أوجد همة للاعتذار تانية حاجة أقول إيه أنا لو ما اعتذرتش لزوجتي إيه لا يحصل هتفضل إيها تعمل إيه تفكر فيها بالأفكار السودة الأفكار السودة اللي هتخليني إيه اللي هتخليني عدوة أنا ما اعتذرتش لإيه هو ما اعتذرش عشان هو في الحقيقة أناني هو ما اعتذرش لإن أنا ما سويش حاجة عنده هو ما اعتذرش لإن في الحقيقة هو مش بيحبني هو ما اعتذرش لإن الكلمة بتاعته أهم مني كلمة تطلع منه الطيب خطري بس هو إمتى كان بيحب راحتي هو إمتى عايز يطيب خطري هو إمتى بيفكر فيه هو يقول إيه ما أنا لو هي أصلا حسب رجلتي ولا حسب ان انا انسان ولا ان انا انسان مهم ولا ان انا انسان ليه كرامة ولا ليه اهمية عندها دي كلمة ما قاعدة تقول كلام كتير لو حد غيري كان اعتذرت له بس هي في الحقيقة انا مش من اولوياتها هي تعتذر لي ليه هي دايما لازم تحس ان هي بذاتها وبنفسها وتحس بان انا ملأ ولا ليه ايمة هي ما اعتذرتش على فكرة مش عشان هي ما بتعرفش تعتذر هي ما اعتذرتش عشان هي عايزة تكسرني فعشان هي تحسسني ان انا مليش اهمية لازم نتجنب كل ده نعتذر نعتذر دي كلها مفاسد ايه وعا تفتكر ان انت لو ما اعتذرتش الموقف عدة لا موقف التراكم وزاد في القلب وجع والوجع بيحفر في القلب فلازم تعتذر عشان تطيب الخاطر يبقى ايه المصالح اللي بتعود علينا لما نعتذر اول حاجة تطيب الخاطر تاني حاجة بنبني امان في قلب الزوج وفي قلب الزوجة الحاجة المهمة كمان انه يحس انه اولوية عندي انه كمان يحس ان الاعتذار ده بيبقى فيه حرص وفيه اهتمام وفيه محبة الاعتذار بيخلي الواحد يخرج من السجن سجن ايه سجن الافكار السودة طب بعد ما نعرف المصالح والمفسد زي ما عملنا كده نختار السيغة بقى يبقى ثلاث حاجة نختار السيغة اللي هي ايه السيغة بقى نختار السيغة المناسبة للشخص نفسه فيه ثلاث حاجات لازم افكر فيها هو انا لما جاي اعتذر هو محتاج ايه الرسالة اللي انا ادهاله انت مش بتعتذر عشان انت بس بتقدم له لقمة ولا بتقدم له فلوس ولا بتقدم له حاجة انت لازم لما بتقدم له الاعتذار بتقدم له رسالة ايه الرسالة اللي عايز تقدمها له في الاعتذار ان انا بحبك فلما تيجي تعتذر وتقول له على فكرة انا بعتذلك لان انا مكنتش متصور ان انا ممكن اضايقك انا اسف لان انا بحبك اه انا اسف لان انا بحبك يا سلام حلوة قوة ده تعتذر لواحد هو حاسس ان اللي انت عملته ده كان بيهدد حبه الحاجة اللي بعد كده كمان او ممكن يقوله انا اسف انا بعتذلك لان في الحقيقة انت مكنتك عندي اكتر عليا بكتير من ان انا افرح بان انا دايقتك او ان انا واجعتك انت سعادتك عندي اهم من ان انا حس بان انا منتصر فانا بعتذلك لو ان انا دايقتك او خليتك تحس ان انا ممكن اكون مقدم نفسي عليك انا اسف الصغة نفسها بتحسس الشخص القدام القالل انت فهم فلازم تختار الصيغة اللي بتعبر عن الرسالة اللي انت عايز تبعثها للإعتذار يبقى الرسالة اللي انت عايز تبعثها الحاجة الثالثة التوقيت لازم تختار التوقيت المناسب للإعتذار الحاجة الثالثة كمان لازم الإعتذار يكون مبشر للشخص ان انت مش هتكرر ده تاني اخر حاجة نعملها عشان الإعتذار يبقى تام ايه اللي حصل لازم الإعتذار يبقى فيه معنى من معاني الوعد والعهد أنه ده مش هيتكرر مرة تانية مش لازم تقوله أنا وعدتك ولا عهدتك أنه أنا مش هيتكرر مرة تانية لكن ممكن تقوله أنا محستش قدي إيه أنه أنا موجوع إلا لما حستك أنه أنه موجوع ومرتحت شغل لما اعتذرت لك يا سلام هو يحس أنه هو أكيد مش هترض أنه أنت توجع نفسك تاني لما توجع لازم كمان نقدم وعد وعاه مش ركع حياتنا أنه إحنا أبدا مش هنكون سبب لأزاهم وسبب لواجعهم بالأربع حاجات تقول ممكن ثقافة الاعتذار تتجذر فينا أول حاجة نترك مقاومة الاعتذار بأن إحنا نذكر نفسنا أنه ده حق ليهم مش منا منا تاني حاجة على طول نشوف المصالح اللي في الاعتذار عشان تولد عندنا الهمة حاجة التالتة أختار صيغة الاعتذار المناسبة للشخص وأختار زمانها وأختار كمان كمان الطريقة اللي توصله الرسالة المناسبة لي وآخر حاجة لازم أعدل الاعتذار يبقى فيه وعد وعهد إن اللي أنا عملته واعتذرت عنه مش ممكن يحصل تاني عشان أدخل في قولي تعالى من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه اشتركوا في القناة